وين الخرق بدايرة الجنوب الثالثة؟ المعركة بدايرة الجنوب الثالثة على المقعد الأرتوديكسي وبدرجة أقل على المقعد الدرزي سنرى لماذا؟ مهم نقول أن تحليلنا مبنى على نتائج انتخابات 2018 والتغيرات التي شهدها لبنان من بعد 17-20 النتيجة الحقيقية لا يقرروا غير الناخبين نهار الانتخابات على أي أساس في خرق؟ هذه الدائرة مسيطرة عليها تحالف حزب الله حركة أمل وحلفائهم بشكل كامل ويعتبر الحاصل فيها من الأعلى في لبنان ومن المتوقع أن يحافظ الصناقة على المقاعدة للشيعة والسنة بالمقابل، هناك لاحة معا نحو التغيير التي قدرت تتوحد من بعد ما جمعت معظم الأحزاب والمجموعات والشخصية المستئلة والمعارضة عشو معاولين؟ هذه اللاحة تسعى لتوصل للحاصل الذي كان 20500 صوت بالانتخابات الماضية وتنطلق من 6000 صوت الذي سبقوا حصل عليهم الحزب الشيوعي بالدورة السابقة وهو اليوم جزء من هذه اللاحة وقدامها مهمة مهمة استقطاب جمهور تيار المستقبل يلي بيتقدر بنحو 8500 صوت بالإضافة للصوت الاعتراضي يلي زاد من بعد 17-20 وبحال قدرت توصل للحاصل من المرجح أنه الخرق يكون بالمععد الأرتوديكسي بحصبية مرجعيون يلي مرشح عليه ريس جرادة أو بدرجة أقل المععد الدرزي يلي مرشح عليه فراس حمدئن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر